السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بيترعبه حكام خايفة على مستقبلها انها هيتحكم بعد كده لإلا بيقعد سنة لو غلط في حق الاهلي بيقعد سنة ما بيحكمش بيقعد في بيته واجمد حكام ابراهيم نور الدين قاعد سنة ما يحكمش النادي الاهلي سنة محمد عادل الاهلي كسب معاه طلع على احتواء قاعد طبعا منشور ما يحكمش الاهلي ايه ده ايه بجد والله ده ايه التحكيم ده حكام يروحوا ماتش الاهلي في السوبر اللي احنا نسحبنا بسبب الظلم البين اللي علينا يتضربوا محمد شناوي يطلع يضرب وعلي معلول يضرب والحكام قدام عينيهم والمراقب قولك كابت ان عامر حسيني قولك حاكم ما عملتش حاجة ما كتبش في تقريره ولا المراقب كتب في تقريره ولا حد كتب ولا حد شافت مصر شافت والامارات شافت والوطن العربي شافت وكل ناس اللي بتتفرج على ناس شافت محمد شناوي هو بيجري وهنا هفتاح هو اللي واقف في النص انا هفتاح بيحكم عادي دلوقتي حكم ماتش واثنين وتلاتة وبالنا حكم ماتش واثنين وتلاتة عادي وبعض المحللين دلو عشرة العشرة عشرة العشرة الاهلي كسب يا جماعة عشرة عشرة عسيحنا عينينا مستغمية ما شفناش الشناوي اللي هو لسه ضارب لعيب واخد تلات ماشرات في الدوري راح ضرب الشيبي قدام عيني البشر كلهم قدام عيني الحكم والترعب خاف خاف اتباوز وماتش يا عمد احنا بنلعب في الامارات اتباوز وماتش اتباوز وماتش اتباوز وماتش اتباوز ودرد العيب من النادي الاهلي عيب ايه يا جماعة ده اليو جانج الاستاذ احمد الغندور اليو جانج يخش كده لا انذار لا تستحق اشرب بنشاري كرة عالية واحد جاي من وراء بيعملها كده بيقافها كده راح جاي راح جاي في صدره ايه ده طرد يعني ولا ترتقي بقى ولا قوة ولا سرعة ولا ايده ولا رجله مفروضة بكل قوة ولا رجله متنية ده واحد بيعمل كرة كده كرة عالية بيعملها كده راح جاي في صدر اللعيب هو جاي من وراء طرد على طول قرشب بنشاري لكن كرة ما بين الاتنين قال يونجام طاق طاق الفانيلا علم على على القفص الصدري لا انذار نهاردة يا جماعة ايه ده تلت حالات انا بقول لكم تلت حالات ده الراجل ده ده فيه لعيب كان بلع في المقصة راح لفيوتشر ولا مش عارف راح لبيرامز شفاكن راح لبيرامز ولا فيوتشر يا جماعة اسمه هشام كان بلع في المنتخب الناشئين والمنتخب الاوليمبي هشام لا مش هشام محمد هشام بلعب بكرايت كان بلعب في المقصة والمقصة نزل درجة تنية الاهلي لعب مع المقصة في الكاس فضلوا متعدلين 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 لغاية ما جات ديئة 92 راح امر نادر امر الدولة حكم وفيه واحد قاعد على الفار ما حسابش حاجة راح جايب له زاوية هشام حافظ جايب له زاوية ان الكرة جات في ايد هشام حافظ وهي الكرة ما جاتش في ايده جات زاوية من ورا الجن اتصربت ان الكرة ما جاتش في ايده خالق الوقت يعاني اقسم بالله من كتر الظلم هيتجنن نادر امر الدولة راح احترده الدولة طرد في ديئة 92 وطلعت المقصة من الكاس وخلت الاهلي كان رامي ربيعا اللي جابه باين ولا ما اعرفش ايه في ديئة 93 و45 احرز الهدف الوقت من كتر حرام عليك اقسم بالله ما جات في ايدي الوقت من كتر من كتر الظلم اللي شايف واحد محسوم عليه ضرب الجزاء والكرة ما جاتش في ايده والفار والحكم راحوا شافوها وقالوا انها جات في ايده شوفوا كمية الظلم اللي عايب يحس بيه يحس انا انا الكرة جات في ايدي وبتحسب عليها ضرب الجزاء وانا اساسا الكرة ما لمسيتش ايدي خالص دي معدية من تحت ايدي وعدية من تحت ايدي جات في سدري وطلقت حاجة مش طبيعية النهاردة فماتش اللي قال لك قوم الدنيا علي عشان قلت مهدي يا عبد الكرة يا ابني عندك ست زوايا يا ابني عندك ست زوايا يقول لك انت بتقوم علينا ده احنا رايحين الرجاء وكده انت بتسخن الجمهور الرجاء علينا واحنا لازم نرجع سليمين غانمين ايه ده كل ده عشان اتكلمت ان الكرة في الرجبة ما جاتش في الايد وتحسبت وسعد النهاردة 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 بياخد تلات نقط وهو عنده لسه ماتشات كتيرة هياخد كده كده الدوري تلات نقط بالزلم بين الكرة ما جاتش في الايد خالص ما جاتش في ايد اللعب نهائي واللعيب يعاني مش عارفي كان نهاردة بقر المحمدي عشان الاخ محمد هاني بقر المحمدي نهاردة مش هيلعب ماتش الداخلية اللي هو اهم ماتش خد الانظار التالت كان ساكت حمز الجمل قال له محدش يعترض على الحكم محدش يفتح بوقع الحكم سيبوني انا اللي اتكلم لان هو محتاجهم ماتش الداخلية ماتش الاهلي ده مؤجل النهاردة حضيك الاسماعيلي بيجيب هدف التعادل حضيك بتلغهوله وجاي بزاوية مش واضحة واحمد الغندور اقتنع بالزاوية اللي مش واضحة وانت عندك زاوية واضحة ان الكرة مجاتش في اليد خالص وضربتين جزاء دربتين جزاء الاولى ما تحسبقاش والتانية مليون في المية الشبراوي رايح انفراد من عب ميناء وخده في ظهره وانا باجري اي واحد هيزقيني من ظهري كده زقة خفيفة زقة خلاص هو مش مالوش دعوه بالكرة هو مش كتف في كتف هو مش مستحوز على الكرة الشبراوي رايح هو وجود واللاعب بيلزق فيه من وراء ويزقه يزق اي زقة وانا باجري اي زقة بتقعني لا محسنش لا لا فاش حاجة الفور ما قال ليش احمد الغندور يا نجم يا نجم انت نجم يا احمد يا غندور نجم متخافش الاحلوية بجدعان معاك ايه يا جماعة ده ايه يا جماعة ده بجد الواحد بجد يعني ايه ده نفسنا بقى يكون فيه تحكيم عادل بقى نفسنا بقى يكون فيه نظام وسيستم للمسابقة والكرة في مصر انتو زهقتونا والله العظيم زهقتونا ايه ده ايه ده كرة مش كرة ايه ده هو ولازم يخش هدف لازم يخش هدف نقعد يجيبه من فوق ومن تحت ومن طيارات هليكوبتر انتو عايزين طيارات هليكوبتر بالفار يعني طيارات هليكوبتر تجيبلكو الفار واولاد العاملين مش معقولة يا جماعة مش معقولة حكام خايفة وحكام بتعمل حساب وحكام تحس ان هي شخصيتها في الملعب قلقانة وحكام ايه ايه ده الناس اتجننت وتقديرات فنية غلط كرة كليستو اخر كرة بعدي كده عادي عادي محمد الباكليفتر زحلق موز لجنو لعب كرة حسابة فاول اللعب كان هيتجنن ايه ده مش معقولة يا جماعة ويجي في ماشرات الزمالك جامد يا قوي والله يعني بجد الواحد بجد ايه ده يعني اه تصريح محمد حسن هو اقسم بالله الكرة ما جات في ايدي والكرة فوق اهيه الكرة جات في الفخد وغيرت اتجاهها وايده بعيدة والزاوية واضحة ولو عدت الزاوية دي مش عارف انا مش عارف انا المخرج عادها قبل الفار ومجاش عاد ويجي حزب حجاج يجيب له صورة الصورة اللي هي مش واضحة اللي هي تشكك زي فكرين كرة بتاعت الرجاء الزاوية اللي جات بيينت انها في الايد والنحة التانية بيينت انها في الرجبة النهاردة الزاوية اللي يجيبها له اللي تباين انها ما جاتش في الايد هي الزاوية دي لأ عزب حجاج حسام عزب جاب له الزاوية التانية اللي هي قاعد يدعالو مرة واتنين ثلاثة واربعة خمسة وستة سبعة وثمانية والغندور والله العظيم ما حد الحكم نفسه ما عندوش يقين اقسم بالله من الزاوية اللي جايبها له دي حتى حسام عزب حجاج عامل جايب الفار وهو ما عندوش يقين الزاوية التانية هي اليقينية هي اللي تباين لكن للأسف ظلم باين ظلم باين ظلم تحكيم باين حتى وانت متقدم حتى وانت اقرب للدوري ظلم باين باين